طيب الله خاطركم وقصة جديدة معكم الدكتور حسام أبو فرسخ استشاري تشخيص الأمراض قصة اليوم حدثت قبل ست سنوات كان عمر الطفل وقتها 14 سنة اتصلت في أمه لأسبوع الحالي لتقول لي لماذا لا تتحدث عن قصة ابني في أحد الريلز اللي بتعملها ذكرتني بتفاصيل القصة فاستخرجت ملفه فتذكرت وذكرتني بكل شيء جاءني المريض مع أهله الأم والأب وكان يعاني لمدة أربعة أشهر من مشاكل صحية شخص على أثرها وبعد التحاليل أن عنده فشل كلوي تم أخذ عينات في إحدى المراكز الكبيرة وشخص هناك على أن عنده مرض اسمه ساركويدوسيز كما أوضح في اسمه أسفل الشاشة وكان الكريتنين من وظائف الكلا وصل إلى سبعة والطبيعي طبعا يكون أقل من واحد فشخص على أنه فشل كلوي ويجب المريض أن يجحز نفسه للزراعة بدأ المريض يأخذ أدوية بعضها استوردوه من تركيا للانقطاعه من الأردن ولكن دون تحسن ومما زاد الأمر سوءا أن طبيب الكلا الذي كانوا يراجعونه كان يعاملهم بقصوة ولا يراعي مشاعرهم كما تقول الأم وقال لهم توقعوا أن يصاب ابنكم بمرض في عينيه أو رئتيه أو أماكن أخرى فلما أرادوا أن يستفسروا أكثر عن المرض قال اذهبوا وابحثوا في النت عن هذا المرض في هذا الاثناء كان أبي المريض يتحدث إلى زميل له عن وضع ابنه وكيف هي حالته خطيرة فقال له زميله لما لا تستشير الدكتور حسام أبو فرسخ فقد يعطيك نصائح مهمة فلما زارني المريض طلبت منه أن يحضر عينات الكلا التي شخصت على أنه ساركويد من المركز الذي شخص بهذا التشخيص فلما رأيتها ودرستها قلت لهم التشخيص خاطئ تماما والمريض ليس عنده ساركويد بل عنده مرض مناعي اسمه بالإنجليزي acute interstitial nephritis كما أوضح في أسوال الفيديو وكان سبب وضع تشخيص الساركويد عنده بالخطأ لأنه وجدوا عنده حالة من الأنسجة لكن لما درست هذه الجرانيولومة تبين أنها ليست نتيجة الساركويد ولكنها نتيجة للالتهاب المناعي القوي acute interstitial nephritis في الكلا تب بعد ذلك علاجه على هذا الأسلوب وتشافى بعد أسبوع من العلاج الآن الحمد لله المريض بصحة ممتازة تشافى تماما لم تصاب عينيه أو رئتي كما أنه تخرج من كلية الإدارة في الجامعة ويعمل مع والده في مصنعه وهذه يدل القصة على أهمية التشخيص الدقيق في علاج المرضى وطيب الله خاطركم مع قصة جديدة أخرى